بعد النجاح الكبير جدا اللي حقيقته الساعات الزكية من براند جويروم وكنا عملنا قبل كده مراجعات لاكتر من موديل اول موديل بتاعنا اللي هو كان واللي كانت ساعة ممتازة جدا بعد كده عملنا موديل اف تي ثري برو وبعد كده اخر المدير اللي احنا كنا صورناه هو اف تي فايف النهاردة جينا لكم بساعة جديدة جدا من شركة جويروم بتيجي الجيل السادس اف تي ساكس عايز اقول لك الساعة دي بتتميز وهي اول ساعة بتيجي بشاشة منحنية من الاطراف عايز اقول لك بردو ان فيها اللغة العربية بجانب ان هي ضد المايا بمعيار اي بي تمانية وستين لو انت عايز تعرف اكتر عن الساعة ديات فانعمل لها مراجعة كاملة في الفيديو بتاعنا النهاردة تابع معنا الفيديو للاخر اهلا بكم مرة تانية زي ما انت شايفين كده ده شكل علبة الساعة الزكية المعانا نهاردة من براند جي روم الموديل بتاح اهم الحاجات المكتوبة العلبة هنا بتقول لك ان هو بمعيار اي بي تمانية وستين يعني الساعة دي ضد المية وضد الاغبار درجة كبيرة جدا شاشة بمقاس واحد بينت تمانية وستين وهنا بتقول لك انهم وفرها للطاقة لشكل العلبة عشان لو حبيته وتشتروها بعد كده هنا هيظر معانا دي الساعة نفسها نرجع لها دلوقتي وهنا هيظهر معانا استراب من السيليكون ده استراب هدية مع الساعة وبعد كده هنا هيظهر معانا ده الشاحن هو عبارة عن شاحن بمغناطيز زي ما نشوفين كده ماجناتك علشان تشحن بالساعة لو جينا بصينا كده دلوقتي على تصميم الساعة اللي عجبني فيها بصراحة ان الساعة هنا زي ما نشوفين الشاشة بتيجي اتجي من ناحيتين من الجنب الشمال ومن الجنب اليمين فهي بتدي لها الشكل كويس جدا بصراحة لو جينا بصينا كده من الخلف هيظهر معانا سنسوريات الخاصة بياس النبضات القلب الاكسجين والضغط الدم وهنا البنات الخاصة طبيق الشاحن وبعد كده هيظهر معانا هنا سماعات السبيكر ولو جينا بصينا من الجنب التاني فيظهر معانا هنا مكان المايك وزرار الخاص بالباور والسكرول اللي بتقدر تقلب منه برضو وهنا زرار خاص بالسبورت مود عايزو لك ان السماعة ديت او الساعة ديت بتدعم خاصية المكلمات بسبب ان فيها هنا سبيكر ومنحة تانية هنا فيها مايك لو جينا اتكلمنا على الزرار السبورت مود مجرد ان انت بتدوس عليه كده هيجيب لك اختصار للرياضات اللي هي بتقسها الساعة زي الجاري زي هنا الماشي العجلة التسلق الباسكتبول زي مايك شايفين اليوجا والفري اه موفمينت الرياضات اللي هي العامة زي مايك شايفين كده استخدامها سهل جدا ولجينا بصينا على الاستراب فانا عايز اقول لك ان الاستراب هنا بيجي من السيليكون بيجي معها اثنين ده واحد وبيجي معها تاني في العلبة وتقدر تغيره بسهولة زي مايك شايفين وفي نفس الوقت برضو عايز اقول لك انه بيجي بمقاس عشرين ميلي لو جينا اتكلمنا على اهم المواصفات اللي موجودة في الساعة ديات من حيس الشاشة فعايز اقول لك ان الشاشة بتاعتها هنا بتيجي بمقاس واحد بوينت خمسة وتمانين انش من نوع الاي بي اس بتاعها تلتمية وعشرين في تلتمية خمسة وتمانين الشاشة زي ما احنا قلنا فيها انحناء كده بسيط من على الجنب اليمين وجنب الشمال ودي حاجة بتميزة بالنسبة للممري بتاع الساعة ديات فهي بتيجي بحجم مية تمانية وعشرين ميجا بايد زي ما احنا قلنا ان الساعة ديات بتيجي بمعيار اي بي تمانية وستين يعني تقدر تستخدمها في المية في الوضوء بدون اي مشاكل تقدر تستحمل معاك العرق الكلام ده كله بدون اي مشاكل لو جينا اتكلمنا على البطارية فعايز اقول لك ان البطارية بتاع الساعدية هنا البطاريات بتيجي بحجم تلتمية ميلا امبير هتشتغل معاك تقريبا سبعة ايام بشغل متواصل هتقعد معاك تقريبا عشر ايام وبدي بعد تجربة شخصية بصراحة وده اللي عجبني فيها ان البطارية بتاعتها ممتازة الالوان بتاع الشاشة فهي الوان ممتازة جدا زي ما انتم شايفين كده وفي نفس الوقت برضو اه اللي عجبني فيها ان السطوع بتاعها ممتازة لو جينا اتكلمنا هنا برضو على البلوتوس بتاعها فانا عايز اقول لك ان هي بتيجي ببلوتوس فده هيدي لك مسافة اكبر بينها وبين الساعة يعني تقريبا عشرة متر بجانب برضو الاستقرار في الرابط بينها وبين الموبايل الاشعارات هتوصلك بشكل كبير جدا يعني دي كده اهم المواصفات اللي عجبتني في الساعة بصراحة لو جينا اتكلمنا كده لما بنسحب من فوق اللي تحت هزر معنا هنا الكشاف زي ما شايفين ويزهر هنا دي لما تربطها بالموبايل في هزر معك ان انت تقدر تحكم في الميديا وهنا تقدر تتحكم في سطوع بتاع الساعة وبعده كده هنا ده وضع عدم الازعاج زي ما شايفين وهنا برضو تقدر تحكم في اه الساعة تفتح ما كان دي لو دخلنا هنا اعدادات في هنا هيزر معنا ان انت تقدر تعمل مزامنة بين اه اللغة بين الساعة وبين الموبايل يعني لو الموبايل بتاعك اللغة بتاعته بالانجليزي فالساعة هنا تجيب باللغة الانجليزية لو بالعربي فهيجي معاك بالعربي بتوفر فيها هنا اكتر من اللغة منها الانجليزي والصيني والتركي والكلام ده كله اهم حاجة موجود عندنا هنا وهو العربي نقدر نقلب من هنا كده برضو لو جبنا العربي طبعا لازم نقفل ام زمنة وبعد كده نبدأ نختار العربي هنشوف شكله كده دلوقتي العربي جاي بشكل كويس جدا زي ما انتم شايفين الايكونات اتحولت كلها للعربي هنا لو دخلنا على السطوع تقدر تحكم في السطوع زي ما احنا قلنا تنسيق هنا تقدر تغير طريقة عرض الايكونات زي ما احنا نشوف كده مع بعض دلوقتي لحظة هنا الايكونات جات بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين كده تعمل باك نقدر ننوح للاعدادات تاني هنا رمز الاستجابة سريع علشان تقدر تنزل البرنامج اللي بتقدر تربط الساعة مع الموبايل زي ما انتم شايفين اللوها سمارت هوم هنازلوه لكم برضو تشوفوه دلوقتي وهنا قائمة النظام عشان لو حبيت تعمل اه رستارت للجهاز اه حبيت ان انت تقفله لو حبيت ان انت تعمله اعادة ضبط مصنع هنا اه حبيت ان انت تزبط الوقت نظام اربعة عشرين ساعة او اثناشر ساعة وتزبط التاريخ برضو هنا برضو تقدر تعمل كلمة سر للساعة لشان ما حادش يستخدمها غيرك وهنا وضع توفير الطاقة طبعا لما بتشغله فتلاقي البطارية تعيش معك فترة ادبر ودي برضو من حاجات المميزة ده كده كل حاجة عن الاعدادات اللي موجودة في الساعة وهنا بيزهر لك الموديل بتاعها زي ما انتم شايفين كده لما نيجي نسحب كده من تحت الفوق فيزهر معانا الاشعارات اللي بتوصلك زي ما انتم شايفين كده الاشعارات هنا اه الميزة فيها النواة بيزهر لك من اي برنامج بالزبط يعني الفيسبوك زي ما انتم شايفين الواتساب هنا بيزهر بالشكل كامل هنا الاميلات زي ما انتم شايفين الاشعارات بتوصل بشكل سليم جدا واللغة العربية بتاعته بصراحة عجبتني دي من اهم الميزات اللي فيها ان الاشعارات بتيجي بشكل مزبوط لكن في نقطة حاببها لقلكم انت لو قلبت الساعة ديات للغة الانجليزية فهتلاقي ان الاشعارات بتيجي لك برا بالشكل معكوس لكن لما بتدخل عليها بتكون مزبوطة هنشوف مع بعض كده دلوقتي زي ما انتم شايفين دلوقتي جات معكوسة لكن بعد ما بتدخل عليها هتلاقيها بشكل مزبوط زي ما انتم شايفين كده دي المشكلة الوحيدة وتوقع انها تتحل لو انت قلبت الموبايل عندك بالعربي او ان مثلا هينزل تحديس للساعة ديات عشان يحل المشكلة دي بديت من المشكلة الوحيدة اللي انا شفتها بصراحة لو جينا برضو صحبنا كده من يميل للشمال هيظهر معانا الاعداد الخاص بالكالرز الخطوات الكلام ده كله هنا اياس نابضات القلب هنا الملخص للرياضات اللي انت قمت بيها وهنا اجيب لك ملخص النوم بتاعك وهنا الميديا بحيس ان انت تقدر لما بتربط الساعة بالموبايل وتفعل البلوتوس تقدر تحكم في الميديا في نفس الوقت برضو عايز اقولك انت لما بتربط الساعة ديات مع سماعة بلوتوس في نفس الوقت هتلاقي الميديا بتشتغل معاك في السماعة وبتقدر تحكم فيها من خلال الساعة دي يعني بشكل سهل يعني تقدر تربط الجهازين مع بعض الساعة والسماعة مع بعض مع الموبايل وتتحكم في الميديا اللي انت مشغلها من خلال الموبايل هنا بسهولة هنا ايظهر معانا الطاقس برضو طبعا بيزبط حسب الموبايل عندك هنا تقدر تضيف الاسماء عشان لو حبيت تتكلم اي شخص انت عايزه هنا يجيب لك الاسماء لكلمتك وهنا تضيل بحيس ان انت تقدر تعمل المكلمات من الساعة طبعا لازم تكون بفعل خاصية المكلمات بين الساعة وبين الموبايل عشان يشتغل معاك الموضوع ده زي ما احنا قلنا ساعدات بتدعم خاصية المكلمات لان هنا فيها مايك وفيها آآ سبيكر عشان تقدر تعمل منها مكلمات بشكل سهلي جدا طيب لو جينا اتكلمنا كده بشكل ملخص على اهم المميزات والعيوب اللي انا شفتها في الساعدات لو جينا اتكلمنا على المميزات انا عجبتني بصراحة شكل الساعة الساعة ده تنفع آآ لستايل آآ الكلاسيك وتنفع برضو للسبور يعني تقدر تلبسها على تشرتات وتقدر تلبسها برضو على الامصان بدون مشاكل اللي عجبني فيها البطارية بتاعتها ممتازة جدا الالوان بتاعتها فوق الممتازة زي ما انتم شايفين كده طيب لو جينا اتكلمنا عن العيوب اول عيب انا ما عجبنيش في الساعة دي بصراحة وهو التبصيم الشاشة الشاشة دي بعد ما بتقفل آآ سهلت جدا ان هي بتبصهم بسهولة ولازم تمسحها كل شوية دي من ضمن العيوب آآ العيب التاني اللي حنا تكلمنا عنه العكس في الاشعارات ديك لكن بتتحل لو انت قلبت الموبايل بتاعت للعربي ولو دخلت عليها كده من جوه هتلاقي الاشعارات بتجيلك بشكل مزبوط ده كده كانت تجربتنا بشكل سريع لآآ سمارت واتش من شركة جويروم افي بالنسبة للسعر فانا عايز اقول لك ان السعرها هنا في السعودية تقريبا مية وخمسين ريال بالنسبة للسعرها في مصر تقريبا حوالي تقدر طول الف وربعمائة جنيه لحد الف وخمسمائة جنيه بالنسبة للينكات فانا هسيبها لكم تحت الفيديو دلوقتي وبكده احنا وصلنا يا جماعة لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة لو انت عندك اي استفسارات فاكتب هانا في التعليقات عشان نرد عليك بسرعة ان شاء الله انا سأبيلكم تحت رابط شراء من موقع النون بجانب كود خصم زي ما احنا متعودين اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتنسوش تركو في قناتنا على اليوتيوب وتابعونا على الفيسبوك وتويتر واستجرام وعا التوك توك برضا اتمنى يكون الفيديو عجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته